السلام عليكم اليوم يا شباب موضوعنا عن الجسد جسدك قال عليه الصلاة والسلام إن لجسدك عليك حقا علينا إخواني أخواتي الكريمات أن نكون ثقافة صحية ثقافة لنرعى حقوق جسدنا حتى نكون عادات صحية مثلا الجلوس للدراسة أو بالوظيفة على المكتب ما هي الجسد الصحية ما هي النصائح حمل الأمتعة ما هي النصائح في هذا وبشكل عام الجسد له أربعة أشياء لنرعاه الصحة الغذاء طبعا طعام الشراب الدواء ما هي الإسعافات الأولية نعتني بصحتنا نذاب للطبيب النوم ما هي النوم الصحية والرياضة كيف نمارس الرياضة وما إلى آخره نبدأ بآخر واحدة وهي أصعب واحدة الرياضة لماذا الرياضة إخواني طبعا علينا أن نقرأ بهذا الموضوع أو نشاهد فيديوهات ما شاء الله الآن اليوتيوب مليء بموضوعات تثقيفية يعني اليوتيوب أصبح منصة تعليمية بل أعدها أفضل منصة تعليمية ظهرت في تاريخ البشرية كل شيء يكاد يعلموك حتى كيف تصنع لبن العصفور لا يوجد لبن عصفور لكن هذا مثال للمبالغة الرياضة لماذا الرياضة؟ للنشاط لللياقة حتى الدراسات تثبت أن نشاط المخ والعقل له علاقة بالرياضة لا أريد الخوض بهذا موجود يعني الكثير من المحاضرات حول هذا الروح النفسية تتحسن من خلال الغياضة الجسم إخواني الجسم هو حامل للعقل والروح كيف سنتتمتع بروح ونفسية مطمئنة وعقل متوقد في جسد متعب متخم إذن الصحة القوة الهمة اللياقة كم من عالم عالم كبير جسمه ضعيف وصحته متعبة حرمنا من علمه لأنه مهم لصحته إذن إخواني التعليم التأليف التفكير كل هذه الأشياء تحتاج جسما قويا يساعدك على أداء هذه الأمور الأمر الثاني الغذاء إخواني ينقصنا ثقافة غذائية يعني البعض ربما يقول أنا أكل وأشرب ما شاء الله يعني لا أحتاج لي لا ينقصنا ثقافة يعني ما معنى الكيربوهدرات البروتينات الفيتامينات الدهون المعادن ما هي الدهون والمعادن والفيتامينات وكم احتياج الجسد منها كيف إذا كنت ضعيف ترفع يعني أو يعني ترمم جسمك إذا كنت بدينا وسمينا ومنتفخا كيف تقلص هذا الجسم بطريقة صحية ولا تؤذي صحتك فيها إذن كم يحتاج الجسم من هذه الأشياء وكم يحتاج أن يخفف إذا أراد أن ينزل الوزن وهذه الكتل الدهنية الإنسان منفخ من فوق لتحت كيف يخفف هذا كل غذاء وما فيه من سعورات حرارية وكم يحتاج منها وكم يحتاج حتى يخفف وزنه إذن كل هذه الأمور لماذا نتعلمها يا شباب نتعلمها حتى نكون عادات غذائية صحية حتى تصبح يعني هذه العادات لايف ستايل في حياتنا كما يقولون الأمر الثالث إخواني النوم موضوع تثبيت ساعات النوم أخذ حظ وافر منه تهيئ جو النوم ابتعاد عن الجوال إطفاء الأنوار اختيار فرشة مريحة ومخدة مريحة صحية وغطاء وممكن نضع مخدة أيضا بين الركبتين هذا مريح أيضا للظهر من الخلف وهذه كلها ثقافة نحتاج أن نتعلمها لأننا نقضي بالنوم ثلث حياتنا معدل النوم ثمان ساعات ثمان ساعات يعني ثلث اليوم ثلث حياتنا نقضيه بالنوم فكيف ننام بطريقة صحية وجيدة الموضوع الأخير في موضوع الصحة والجسد التداوي والإسعافات الأولية نحتاج إلى ثقافة صحية ونحتاج كل جسم وكيف نرعاه كل جسم وما هي احتياجاته الصحية الأمراض الشائعة وما هي أدويتها الإسعافات الأولية لا سمح الله كلنا في بيوتنا في أعمالنا في مدارسنا في دوامنا تحدث معنا حوادث طيب هناك إسعافات أولية لو لم نتقنها ربما نفقد حياة أعز الأشخاص علينا والحمد لله كما ذكرت باليوتيوب يوجد الكثير ومن الجيد أن يخوض الإنسان دورة تدريبية وحبذ كل هذه الثقافة لو نزلت في مناهجنا الدراسية بدل أن يحشوا أدمغتنا بمعلومات نعيش ونموت ولا تلزمنا لا تلزمنا وكلنا الآن لو راجعنا المعلومات كثير من معلومات الدراسة لم تلزمنا طيلة حياتنا بينما هذه الحلقة مثلا والمعلومات التي فيها ليست هذه وإنما التي ينبغي عندما نقرأ فيها هذه الثقافة نحتاجها كل يوم إذن نحافظ على الفعوصات نلتزم بالأدوية التي توصف لنا نبتعد عن ما يسمى الطب الشعبي إلا ليس كل الطب الشعبي خطأ والطب التجريبي إنما الحاكم على هذا هو طبيبك هو المتخصص ولا نقدم كلام الناس العوام الذين غير متخصصين على كلام الأطباء مع الأسف الشديد يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فما أنزل الله داءا إلا وأنزل له دواءا السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر